جامعة أم القرى شركة وادي مكة للتقنية نقف اليوم على مشارف عصر جديد حيث بات الاقتصاد أكثر اعتماداً في نموه على عامل المعرفة وللتفاعل الإيجابي مع تلك التطورات تبنت المملكة العربية السعودية من خلال خطتها الخمسية التاسعة التوجه إلى الاقتصاد القائم على المعرفة كعامل الرئيس لضمان الارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني واتساقاً مع هذه التوجهات قامت جامعة أم القرى بالسعي لتأسيس شركة وادي مكة للتقنية لغرض نقل التقنية وتوطينها وتطويرها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة وفي الحادي عشر من جماد الأولى عام 1433 هجرية صدر المرسوم الملكي الكريم رقم ميم تقسيم 32 القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة وادي مكة للتقنية وعلى الفور تم إنجاز إجراءات العمل لتأسيس الشركة والانتهاء من الخطوات الأولية لتكوينها ثم انطلق الفريق المكلف في زيارات متنوعة للاطلاع على تجارب الجامعات المحلية والإقليمية والعالمية المميزة في هذا المجال ثم شارك وفد الشركة بورقة عمل في المؤتمر الدولي الثلاثين لحدائق العلوم والتقنية الذي عقد في البرازيل وحصلت شركة وادي مكة للتقنية على عضوية الاتحاد الدولي لحدائق العلوم والتقنية تم تكوين هيكل لمشروع العمل وتم في جماد الأولى من عام 1434 هجرية التعاقد مع شركة سيتس لإدارة مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية وخطة العمل والإشراف على مسابقة تصميم المخطط العام لوادي مكة للتقنية كما تم تشكيل لجنة استشارية من الخبراء والمختصين في الاقتصاد المعرفي والتخطيط الاستراتيجي والمالي من داخل وخارج المملكة للمشاركة في ورش عمل الخطة الاستراتيجية وخطة العمل والمخطط العام في هذه المرحلة اتخذ العمل مسارين متوازيين ومترابطين الأول مسار لإنجاز الخطة الاستراتيجية وخطة العمل حيث تعاقدت شركة وادي مكة للتقنية في رمضان عام 1434 هجرية مع شركة بوز آن كامباني للعمل في هذا المسار وخلال هذا المسار حددت رؤية الشركة ورسالتها كما تم أيضا تحديد مجالات تركيز نشاط الشركة لتنسجم مع أولويات المملكة العربية السعودية والاحتياجات والفرص في منطقة مكة المكرمة ومجالات تميز جامعة أم القرى كما وضع مخطط تفصيلي يوضح العلاقة التفاعلية بين الشركة وعملائها من خلال الخدمات التي تقدمها لهم وتم اعتماد الهيكل الإداري للشركة ورسم الخطة المالية للسنوات الخمس القادمة مبنية على دراسة الجدوى الاقتصادية لنعود الآن إلى المسار الثاني للعمل مسار إعداد وتصميم أفكار المخطط العام لوادي مكة للتقنية حيث اختارت جامعة أم القرى موقعا استراتيجيا لوادي مكة للتقنية رعي فيه أن يكون خارج حدود الحرم لتكون هناك مرونة في تواجد الخبراء والعاملين من غير المسلمين في موقع الوادي وقد تعاقدت شركة وادي مكة للتقنية في شوال 1434 هجرية مع ثلاث شركات عالمية للمشاركة في منافسة تصميم أفكار المخطط العام لوادي مكة للتقنية وهي شركات ذات خبرة عالمية مميزة في تصميم وبناء حدائق العلوم والتقنية حول العالم وقد قدمت الشركات تصوراتها الأولية ليتم اختيار أحد هذه التصاميم واعتماده للانتقال للمرحلة الثانية في هذه الأثناء وخلال مراحل التأسيس هذه بدأت الشركة فعليا في تنفيذ عدد من البرامج المتعلقة بمجالات العمل الخاصة بها وخلال السنوات الخمس القادمة ستعمل الشركة بإذن الله على الانتهاء من البنية الأساسية لوادي مكة للتقنية وتحقيق أهدافها المرحلية في تحفيز الابتكار وريادة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية بما يدعم الاقتصاد القائم على المعرفة في المملكة العربية السعودية شركة وادي مكة للتقنية